السلام عليكم اليوم في كهنا جورجرا كويزين نحضر مع بعض وجبة غذاء او عشاء جد سهلة سريعة اقتصادية والاهم انها صحية ولذيذة بمكونات موجودة في كل بيت اما كالناس خمار غيرا وستقيلة فيرسيون استخفالي فانشالله هاد اجر للي ينس دولة فيديوهي مارا ثوجد نبدأ و بسم الله انا عندي خضر حوالي زوش كيلو باتاتا هكذا قشرتهم مع حبيبات بصل كما را كنت لاحظوهما صغيرة ولا اخذوهم كبار حب فلفل حلو ولا ترشي حب طوماطيش هنا انسيت الثوم نديو هكذا الباتاتا نقطعوها مكعبات صغيرة فوق الكسكس انا قلت لكم في البداية انه هاذ الوصفة هي صحية حيث ان هذا الباتاتا ما نقلوهاش نفوروها كما را كنت لاحظو هنا الكسكاس اونينوكس اذا احبتوا نعطيكم السر لمعان تحت هذه المادة تحت هذا الاواني خلووا لي في التعليق ندرككم فيديو خاص اوليك بعد ما كملت الباتاتا قطعتها كامل اضفت ملح مع شوية فلفل كحل ما تكثروش فقط لي الزوق يعني هنا الملح حسب الزوق ونحطوها فوق الكسكاس اللي فيها ماء يغلي غطيوها وخليوها تفور هنا البصل قطعوه هكذا بشكل طولي ما يفيدش نطحنه في الربو حبينا هكذا ايبان اوليك كملت هنا عندي ذوبت شوية زيت اضفت عليه شوية زبدة او مارغارين ثم حطو عليه البصل اللي قطعناه بهذا الشكل التولي يعني لازم يتقلى هنا ضروري مرفع تحت يعني هي الاحسن هي الصحية كي تقلى شوية اضفوا عليه شوية فلفل كحل متكثروش كما قلت لكم يعني يحبين البنة اكثر بعد ذلك اضفوا شوية كمون فقط راس هذا المغرفة هنا بين قوسين التوابل حسب الرغبة اذا تحبوا تضيفوا توابل اخرى اضيفوهم نعندي فلفل الترشي ولا الحلو كي واحد كيفاش يسموه عفوا قطعوه بشكل طولي على ربعة هكذا يسهل عليكم انكم تقطعوه مو كعبة صغر ولا قطع صغر هنا استعملت بركي يدي ما استعملش القطاع لك ذاخر يعني كوم حبة وحدة اضفوا قطعوهم كما راكو تشوفوا في الصورة مملك مملك هنا البصل او بداية يتبالي اضيفو عليه الفلفل اللي عندكم فلفل الوان الاحمر ولا الاسفر يكون احسن ايضا يزيد يعني الشكل تاعو يكون باهي هيا لك البطاطا طعنا ها يتفور كما انتم تصنوا مني بيديوهاتي للطبخ انا سرنا منكم دعوات الخير ان شاء الله ربي يحميكم كامل هنا لا تمتعكم قطعوها صغر بعد ما تقشروها كما قطعنا البطاطا والفلفل شوفوا هنا او دخلوا الطياب اضيفو عليه التومات هنا ما نضيرش التومات المصبرة فرغوا في اناء هكذا كبير دونزا ريسيبيو تاعز الجج وديروا في بلاسو زبدة ذوبوها شوية فرغوا عليها هذيك البطاطا حركوها غرب شوية اضيفو عليها شوية ثوم يعني هنا في هذا الوصفة نحب نضير الثوم في الاخير هكذا تقعد ريحتو بعد ذلك نخلط المكوينين هنا تقدروا تقسم الخليط على الزوج ودخلطهم هكذا بهذا الشكل يعني بحذر هنا عندي خمس حبات بيض اضيفو عليهم شوية فلفل كحل مع فرومج غابي هنا تقدروا تستغنوا عنه كتافي وبرك بالفلفل كحل إلا ما ضفتوش الفرومج اضيفو شوية ملح ردوه في التنجرة ولا مقلات كبيرة هنا قسمت الخليط على الزوج ضفت نصف البيض فوق هذا الخليط خليطه يطيب بعد ما تعملت تحت قلبت هكذا يطيب ملجهة ثانية وهي لك النتيجة فرتيجة طبق رائع يستحق التجربة نتمنى تجربوه نتمنى فتكم بالوصفة يعني مرة على مرة نغيرو شوية نديرو أطباق صحية نقدموه هكذا هنا عندي كومومباخ ولا أي حاجة عندكم هولا كما قلت لكم قسمت على زوج هكذا ما يتعجج ما يتخلط ليش فعلا لذيذ بزاف بدنا روعة ما تنسوش تخلو لي تعليق و جامعي لعجبتكم الوصفة هنا تقدروا تضيفوا الجلبانة الى عندكم خلوها تفور مع البتاتا خلطوها هون بعد نفس المراحل يعني ونقلكم الى اللقاء في وصفة اخرى في فيديو اخر موسيقى